سيرت هيئة الهلال الأحمر الإمارات أمس قافلة مساعدة إغاثية متنوعة لأهالي عزلة باقتيبة النازحين منذ عقود ببدو رحل في مديرية مرخى السفلة بمحافظة شبوى اليمنية وتأتي هذه المساعدات الإغاثية التي تضمنت المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية ومخيمات إيواء في إطار الجهود التي تبدلها الهيئة لتنفيذ المشاريع التي تغطي الجانب الإغاثي والصحي والتعليمي والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة ومنها شبوى